بأصوات وصفوها بالملائكية تدرب 35 طفلاً سورياً وأردنياً على بروفات مسرحية أوليفر توست العالمية للكاتب البريطاني تشارز ديكنز التدريبات أقيمت في العاصمة الأردنية عمان تحضيراً للعرض مطلع الشهر القادم دعماً للأطفال السوريين وقضية اللجوء السوري كما جاء في المؤتمر الصحفي لتاقم عمل المسرحية جاءت الفكرة أنه لو عملنا تعريب وأدابتيشن لهذه المسرحية الغنائية هنا اليوم في مدينة عربية كانت عمان أو بيروت أو القاهرة فهي كما كانت المسرحية الأولى صفعة في وجدان إنجلترا عن حقوق الطفل تكون هذه أخرى هذه المسرحية العربية أيضاً تكون صفعة في وجدان المجتمع العربي حتى يتحول دي فكرتنا أنه ما يكونش العرض ده هو عرض عن مآسي والفقر بل هو فخر يرفع الراس لهؤلاء الأطفال ويحولهم من نظرة مجتمع أنهم عبء أنهم يكونوا فخر مئة طفل سوري وأردني شارك في العمل الإنتاجي سواء ممن يظهر منهم على المسرح وهم 35 أو ممن تهموا في أعمال أخرى ضمن هذا المشروع وكان للشركة المنتجة ريفيوجي تجربة في هذا المضمار بعرض مسرحية نساء طرواضة التي تحاكي معاناة النساء السوريات في زمن الحرب مسرحية أوليفر تويست عمل يجسد الثقافة العربية الحقيقية وعن الذين هم بأمس الحاجة إليها في ظل الظلام وهذر الحقوق الذي يعيشه الأطفال السوريين في ظل المقصود لحقوق الطفل العربي سواء في عمالة الأطفال سواء في قصة استخدام الأطفال كدروع بشرية في الحروب سواء أنه يحمل الطفل متفجرات فالطفل العربي الآن يعيش في نفق أسود وهذه المسرحية ربما تكون صرخة في ظلام صرخة في النور صرخة لإعادة المسار الحقيقي لإعادة الأشياء إلى نصابها لإعادة البسمة للطفل العربي الذي يعيش الآن باعتقاد يعيش في أسوأ حالاته رؤية هذه المسرحية هي رؤية ترفض عروض الانكسار والتذكير بمآسي التهجير والفقر وتقدم عرضا يحول هؤلاء الأطفال اللاجئين من عبء إلى فخر للمجتمع راني حمور، أوريانت نموز، عمان